اشتركوا في القناة الخزينة العمومية راهي تتكبت في خسائر بالمليارات من قوة الجزائريين في ظرف اقتصادي دولي خطير للغاية الدول راهي تعمل من اجل ترشيد النفقات ولكن نظامنا بائس لا يملك مشروع ولا شرعية ولا مشروعية ولا يحترم شرائع ولا عنده قيمة في الشارع وشديد يغلى او يطلع سعر البترول والغاز تدخل الاموال يدور ينفقها على الدول من اجل بوليزاريو ويبدأ يفرزع فيها وعلى الناس بلا ترشيد اقتصادي البترول يطيح قيمته هم يقول له شدوا الاحزمة راهي مرحلة خطيرة هيا شوفها خلاة على النظام هم يدوروا على بعضاهم ينحوا الرئيس ولا يسر انقلاب ولا شيء من هذا القبيل ثم يقولوا لكم الجزائر الجديدة مثل الشعارات اللي يرفعوا فيها الآن جزائر جديدة إنجازات التبون وديبلوماسية وبعد ثلاث سنوات من الحكم هوش دار نفس الاسطوانة اللي عودوها مع ابو تفليقة وكنت أنا ذاك نقول لكم راهي اسطوانة مشروخة راهي من المنتفعين والمستفيدين والباحثين عن الريع فقط تبغلو لكم بهذه الطريقة الواقع رح نوصلوا إلى طريق مسدود وصلنا إلى طريق مسدود الآن رهمي سوق للجزائريين أنه فيها جزائر جديدة والجزائر رح تصبح قوة إقليمية وما إلى ذلك ولكن الواقع أننا نسير إلى ما هو أسوأ في عهد بو تفليقة والقادم سترونه بأم أعينكم أيها الجزائريون لأن ما يجري هو مجرد كذب هو مجرد تضيع للأموال هو مجرد استعمال لسياسات فاشلة وثبت عليها الفشل ولا يمكن أن تصل بالجزائر إلا إلى طريق مسدود واذكروا كلام شكرا 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 شكرا